اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القمر في الحمل يكره ان يخبره احد بما يجب عمله يأخذ الامور بشكل شخصي القمر في الثور يكون بحاجة لمن يشجعه للبدء بخطوة جديدة في نفس الوقت لا يحب ان يدفع به دفعا الى عمله القمر في الجوزاء يميل الى الصراحة وسرعان ما يبوح باول فكرة تخطر في باله القمر في السرطان لديه مشاعر فياضة خاصة تجاه الاهل والاقارب القمر في الاسد يحب سماع كلمات الاطراء والاعجاب القمر في العذراء يدقق في عمله ويتمتع من ممارسة عمل يتطلب تفاصيل دقيقة وغالبا يحب انجاز عمله لوحده من وراء الكواليس القمر في الميزان يبذل جهده للتسود من حوله اجواء من التفاهم والانسجام القمر في العقرب يميل الانتقام ممن يسيء اليه ويصمم على بلوغ الهدف القمر في القوس يبحث دوما عما هو جديد ومثير ومفيد القمر في الجدي يضع الهدف نصب عينيه ويسعى اليه بالجد والاجتهاد القمر في الدلو يكون صداقات كثيرة في حياته القمر في الحوت يكون حساسا جدا ومزاجي الطباع وصلنا لشرح القمر في البيوت الاثنى عشر والبيوت معروفة انه هي من الطالع بتعد من الطالع اي برج موجود فاي بيت يعني موجود في شرح درس كامل عن البيوت بتقدر انت ترجع له موجود على نفس القائمة تبعت الدروس في علم الفلك طبعا لما توصل للبيوت بتعرف انت مثلا في بيتك الثالث في بيتك الرابع في بيتك الخامس كان موجود القمر فبتعرف ايش الصفة اللي بعطيك اياها او بعطيها للشخص اللي انت بدك تحلله الخارطة الفلكية القمر في البيت الاول يريد من الاخرين الاعتراف بحضوره وقد يتم استغلاله بذلك القمر في البيت الثاني يحب الحصول على كافة الكماليات الضرورية لحياة اليومية القمر في البيت الثالث يشعر بالتقارب روحي مع الاخوة والجيران ويعتمد بمشاعره على الغير من حوله القمر في البيت الرابع لا شيء يسعده مثل جو بيتي وعائلي هادئ ومطمئن القمر في البيت الخامس يحب الاطفال ومباهج الحياة لسيما الرومانسية وتجربة الحظ القمر في البيت السادس يجد صعوبة في اي عمل روتيني ممل لفترة متواصلة القمر في البيت السابع يبذل جهده لتسود شراكته اجواء من الانسجام والتفاهم القمر في البيت الثامن يبدي اهتماما بالغيبيات القمر في البيت التاسع يبحث عن طريقة لاسترجاع التقاليد القديمة القمر في البيت العاشر تلعب المرأة دورا ايجابيا في الدفع بمصالحه في مجال العمل القمر في البيت الحادي عشر يكون صداقات كثيرة القمر في البيت الثانية عشر يدخل في صراع بين تقديم العون اولا لنفسه او للاخرين هيك منكون انتهينا من القمر كشرح مبسط وان شاء الله في الايام القادمة رح نكمل مع باقي الكواكب ارجو من الجميع حفظ هذه البيوت وايش معناها وايش تأثيراتها لانه بتساعدك كثير بعملية التحليل والشرح بالنسبة للشخصيات ومعرفة شخصية الاشخاص اللي انت بتتعامل معهم وتحليل شخصيتهم طبعا اللي بيسأل بيقول انه كيف انا بدي اعرف الخارطة الفلكية تاعتي طبعا ما بعرف الخارطة الفلكية ولا بعرف الكواكب وان موجودة في صندوق الوصف تحت بتكتب في كتابك مكتوبة عن شرح للفيديو او عن قناة في جنبها كتابة مور او المزيد كبس عليها بتفتح لك تحت قائمة فيها لينكات وفيها شغلات كثيرة فبتلاقي انه فيه درسين عندك درس الاول بشرح لك انه كيف تستخدم موقع فانا حط لك رابط الموقع هذا كيف تدخل عشان انت تطلع الخارطة الفلكية تبعتك كيف شكلها وموقع رابط ثاني بشرح لك كيفية استخدام الموقع يعني كيف انت ممكن تستخدم الموقع هاد وتطلع انت كل الحكة اللي احنا قاعدين منحكي فيه وسط المعلومة عن الامر بسيط مش معقد يعني ولكن اللي بعرف هذا الطريقة بيستفيد مباشرة من اللي انا بقوله اللي ما بعرفه حابب انه يكمل بيقدر انه يظل يتابع كل الفيديوهات اللي موجودة في القائمة بتنزل تحت قائمة دروس في علم الفلك نكون هيك انتهينا من هذا الدرس لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء